السلام عليكم معكم بكتر حاتم في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن مشكلة الامهات كلها فقدان الشهية عند الافوان ان الطفل ما بيرداش يیاكل بتبقى مادمالو حاجات كتير وفي الاخرى الطفل ما بيرداش يكلها وبتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة للا ام ازاي تقدر تزود وزن طفلها وهو في الاخر مش عايز ياكل حاجة خالص هنتكلم في الفيديو النهاردة عن ازاي نحل المشكلة دة하기 ازاي نقدر نعالج فقدان الشهية عند الافوان عشان نعالج فقدان الشهية كويس لازم نعمل تلات حاجات اول حاجة نعرف اسبات فقدان الشهية ايه وازاي نقدر نعالجها تاني حاجة هتديكي شوية نصايح هتساعد ان الطفل يبدأ اياكل معاكي كويس تالت حاجة واخر حاجة هقولك على شوية اكلات حاول تحطيها للطفل هتساعد ان الشهية بتاعته تتحسن بنسبة كبيرة تابع معايا الفيديو ده هتلاقي فيه معلومات كتير كويس في الاول ما تنسيش تعمل لنا لايك وشير للفيديو وتشترك لنا في القناة لو لسه مشتركتش معنا لحد دلوقتي فقدان الشهية عند الاففال مشكلة كبيرة ايه الام بتبقى عاملة اصناف كتير وعمالة تقدم للطفل حاجات كتير بس الطفل في الاخر ما بيرضاش يأكل حاجة خالص ودي مشكلة الام الاساسية في انها تلتزم منظام غذائي محترم بالنسبة للطفل يلبيه كل الاحتياجات الغذائية بتاعته ومهات كتير وهي عندي في العيادة وانا عمالي اكتب له النظام الاكل للطفل هيمشي عليه ابصي لاقي الام سرحت كده وبصت لفوق وعمالة بتقول لنفسها كده ما بينها وما بين نفسها يطره وهيأكل الاكل ده كله ازاي تبقى مشكلة كبيرة اما نيجي نكتب نظام اكل ان الطفل في الاخر هيأكل الكميات ديت ازاي النهاردة هنتكلم عن فقدان الشهية ايه اسبابه وازاي نقدر نعالجه ويه الاكلات اللي ممكن تديها للطفل تساعد ان الفقدان الشهية ديت تتحسن بالنسبة كبيرة اول حاجة نتكلم فيها الاسباب بتاعت فقدان الشهية اسباب فقدان الشهية دي بتبقى على حسب الاول الفقدان ده وقتي ولا بقالنا فترة كبيرة يعني هل الطفل بقاله فترة صغيرة كان بياكل كويس وبعد كده بتدعب عنده فقدان في الشهية ولا هو من زمان بالمنظر دوت لو هي الفترة قصيرة ممكن يكون نتيجة من مرضه ما يعني مثلا الطفل ده عنده دور برد بخلي الشهية بتاعته ليلة الطفل ده بيسنن فهمون خلي الشهية بتاعته ليلة عنده مشاكل في بقه مثلا سواء كان الهيربس او القرح او الفطريات او الكلام ده فهم خليه ان الطفل ده عنده مشاكل في التغذية شوية لو الحاجات ديت لسه بتحصل اليمان دولة بندور على السبب بتاع فقدان الشهية ده ايه وبنعالجه لكن لو طفل بقاله فترة كبيرة عنده فقدان للشهية جالبا بيكون بسبب حاجات كتير اول حاجة الحالة نفسية بتاعت الطفل لو احنا عندنا مشاكل كتير في البيت او الطفل عنده شوية مشاكل نفسية تبدأ شهية وتقله شوية لو احنا بنزع للطفل كتير او بنتخاني معه كتير او عاملين استرس عليه جامد ده بيخلي برضو عنده فقدان في الشهية لو عنده مشاكل في المدرسة بتاعته او في الحضانة او مع اخواته او الحاجات دي دي برضو بتخلي عنده الطفل مشاكل نفسية تي اول نقطة تاني نقطة مشاكل الجهاز الهضم الأطفال اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي الأطفال في السن الصغير اللي بيبقى عندهم تحسس من اللبن بيبقى عندهم فقدان في الشهية وبالتالي وزنهم ما بيكبرش الأطفال اللي بيبقى عندهم امساك دي برضو من الأطفال اللي بيبقى عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي عندهم وبالتالي الشهية بتاعتهم بيبقى قليلة الأطفال اللي عندهم الديدان المعوية اللي بيبقى عندهم إصابة بالديدان المعوية بيبقى عندهم فقدان في الشهية يجب ان 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 يجب عنده شهية كويسة. غالبا هيبقى عنده فقدان في الشهية. لازم نعالج الانيمية دي كويس عشان الطفل يبدأ يأكل معاك كويس. دي تقريبا عشر الاسباب اللي بتخلي الطفل عنده فقدان في الشهية. عقولك دلوقتي على شوية نصايح هتساعد ان الشهية بتاعت الطفلة تتحسن حاولي تعمليها وتنتظم عليها هتلاقي فرق كبير في الشهية للطفل. بس اول كلمة اقول هالك طفل اللي متعاود على نظام معين لما تيجي تغيره له بياخد وقت. فعايز بالك طويل ومش عايزك تزهي. حاولي مع الطفل مرة واثنين وتلاتة وعشرة. ما تحسيش ان انت عملت كل حاجة خلاص ومفيش فايدة. لا. طفل اللي متعاود على نظام معين مش جايب معا نتيجة. عشان يشافت نظام الاكل بتاعه ده لنظام صحي. بياخد وقت معاك شوية. ما عندناش اجل ان الولاد تتابع معاه مرة واثنين وتلاتة وعشرة لحد ما يبدأ يتعاود على النظام الجديد. دي اول نصيح اقول هالك. خلي بالك طويل شوية وخليكي صبورة على الطفل. تاني حاجة هنتكلم فيها انسي الوجبات الكبيرة خالص. الطفل معدته صغيرة. فكرة ان احنا ناكل كمية كبيرة دي مش هتحصل. الطفل معلقتين تلاتة يملو بطنه. احنا بالنسبة لنا معلقتين تلاتة ده كلام فاضي. دايما هتقيسي كميات الاكل بمعدة الطفل مش بمعدتك انت. فبدلا من اديله كميات كبيرة الطفل يشوفها كده. يحسوا مش يادر يخلص. ويبدأ يجيلو اكتئاب ويبقى عارف ان احنا هيبقى عندنا مشكلة في ان احنا نخلص الكمية دي. تديرو الوجبات بكميات صغيرة. الطفل لما يخلص الكميات الصغيرة دي. هينبسط بنسبة كبيرة. ويبدأ ويفرح بنفسه ويستجيب معك. يديرو وجبات صغيرة بس كتير. دي النصيحة التانية. النصيحة التالتة حاول يتخلي الاكل بتاع الطفل شكله حل. العين بتاكل قبل البق. مهم جدا ان انت تخلي البق بتاع الطفل شكلها كويس. الالوان بتاعت الاكل بتاع الطفل شكلها كويس. حاول تعرضي للطفل الاكل في الفترات اللي ما بيلعبش فيها. عشان ما يهسش ان هو هيسيب اللعب ويبدأ ياكل. حاول يتخلي دالي وقته ودالي وقته. دي برضه من الحاجات المهمة. مهمة جدا ان الطفل يشرب مياه كتير. فيهم مهد بقى في عشان تفتح شيئة الطفل. ممكن قبل ما يجي يأكل مثلا بنص ساعة وبساعة الاربع شربيه شوية مية كده صغيرين. هتساعد ان الشاهية بتاعته تتحسن ويبدأ يأكل معاك كويس ده مهم. النصيحة برضو اللي جاية ان انت يما تيجي تأكل الطفل او تغري فيه له لو طفل كبير شوية حاول يتخياريه في الكمية اللي هيقدر يخلصها. يما تيجي تحطي له الاكل سأليه. هحط لك تاني ولا كفايا كده. اه كمية اللي انت هتقدر تخلصها هتقدر تخ اتكلم فيهم الطفل ويقولك انا هقدر اخلصهم غالبا هيلتزم بهم وهيخلصهم. خط دي في دماغك مهم جدا. النصيحة برضو اللي هنتكلم فيها بلايش عصاير من بره. حاول العصاير اللي اتقدميها للطفل تكون انت عاملها في البيت. العصاير اللي من بره بيبقى كلها موقعات حافظة مفهاش فيدي في الفكهة اللي انت بتديها له. حاول تدي للطفل عصاير معمولة في البيت. مهم برضو لو طفل كبير حاول يمارس الرياضة يبقى عليه انشطة رياضية. ممارسة الطفل للرياضة من الحاجات اللي بتخلي شهية الطفل هتتحسن بنسبة كبيرة ويبدأ يأكل معاكي. دي شوية نصايح حاول تعمليها مع الطفل هتلاقي شهية الطفل هتتحسن معاكي بنسبة كبيرة. وهتلاقي الطفل يبدأ يتقبل بلاش الخناءة بتاعة الاكل. الطفل لو حس ان هو هيتخانق وهيتشتم وهيتهزأ في الفترة بتاعة الاكل بيبدأ يهرب منها. جربت يا ستي معا موضوع الخناءة حاول يتبطليه وتجربي حاجة تانية. موضوع الخناءة دي تنسيها. موض عشان التنوع ده اساس الاكل. تدي له مية قبل ما يجي يأكل بشوية. حاول يتمنع العصائر المنبرة وتعملي له عصائر في بيت طبيعية. خلي الطفل يمارسة رجاضة اعمالي الحاجات دي. وولي لي بعد كده شهية الطفل هتبقى ماشية ازاي. نيجي بقى للاكلات اللي انت ممكن تقدميها للطفل تساعد ان الشهية بتاعته تفتح. مهم جدا ان احنا ندي اطعمة تكون مغزية بالنسبة للطفل وتساعد ان الشهية بتاعته الطفل تشتغل كويس. اول حاجة الاغذية اللي ب بيبقى فيها فيتامين بي 12. دراسات اثبتت ان الاطفال اللي بيبقى عندهم نقص فيتامين بي 12 بيبقى عندهم فقدان في الشهية. وبالتالي اما ببدأ ادي اغذية فيها فيتامين بي 12 كويس ده بيساعد ان الشهية بتاعته الطفل تتحسن. الاغذية دي زي اللحمة الحمرة زي البيض زي السمك. حاول تيديها للطفل حتى لو بكمياته ليلة هتساعد ان الشهية بتاعته تتحسن بنسبة كبيرة. وتخلي الجهاز العصري بتاع الطفل كمان يشتغل كويس. فاول حاجة ه فيها فيتامين بي 12 زي السمك واللحمة الحمرة والبيض حاول تيديها للطفل بصفة مستمرة هتفرق معها بنسبة كبيرة في الشهية بتاعتها. تاني حاجة هنقدمها للطفل الاغذية اللي فيها الزنك. احنا قلنا يمكن في فيديوهات قبل كده ان الافتال اللي بيبقى عندهم نقص في الزنك بيبقى عندهم فقدان شهية بنسبة كبيرة اوي. مهم ان انت تدي الطفل الاغذية اللي فيها الزنك هيأثر على صحة العظم بتاعه وهيخلي صحة العظم بتاعته كويس وتفرق بفطول العظم كمان وفي نفس الوقت بتخلي الطفل يتحسن في الشهية بنسبة كبيرة جدا. الاغذية اللي بيكون فيها زنك حاجات كتير بس اهمها مثلا السمسم من الحاجات اللي بيبقى فيها زنك كويس وبيفتح شهية الافتال بنسبة كبيرة الفسولية من الحاجات اللي بيبقى فيها زنك بنسبة عالية الفراخ برضو بيبقى فيها زنك بنسبة عالية واللحمة الحمرة والحاجات الحبوب الكاملة والحبوب الكاملة بيبقى نسبة زنك فيها عالية زيها الشفان والامح اللي هو حبوب كاملة حاول تدي للطفل الحاجات الل بيبئama زنك وهتفرم معائه في الشهاية بنسبة كبيرة وهتفرم معائه في الطول كويس وهتخلي ساحف العظم والسنان كويسة دي تاني حاجة الاكل اللي بيبقى في زنك الصنف التالت والاخير اللي هنتكلم فيه المهاردة الاغذائي اللي فيها فيتامين دال سنف من الحاجات الفتحة للشهاية بنسبة كبيرة اوي حاولي تضي للطفلة دائما الاغذائي اللي فيها فيتامين دال زي البيض وال大قبان واللبن واللحم الحمراء والحبوب كاملة? الحاجات داجة من الحاجات اللي بيبقى فيها فيتامين دال بنسبة عالية? وبتساعد ان الشيء بتاع الطرفة diretihit海شغلة غير ان في ادوية بيبقى فيها فيتامين بهتولب في في ادوية بيبقى فيها فيتامين دال ممكن الدكتور يبقى يكتبها لك لو اسنا محتاجينها. لكن لو ننتغذى على الكلام ده بس. اضمنك ان الطفلة يبقى يأكل معك بنسبة كويسة. ابنك لو اكله قليل خلقيه قليل هو مitti. ندي الحاجات اللي فيها فيتامين بها 12. ندي الحاجات اللي فيها بيتامين دال حاولي التبقي نصايح اللي قلناها لو في مشكلة الفقدان الشهية بنحاول نعليجها عملي الكلام ده هتلاقي تغير كامل ان شاء الله في شهية الطفل في الاخر لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لنا لايك للفيديو وتشتركي لنا في القناة وتفعال الجرس عشان توصلك في الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله وتنزلي بصي بصة في الوصف تحت هتلاقي كل حاجة عننا ولو احتاجتي اي حاجة سبا في التعليقات وانا حاول ارض عليكي قدر الامكان وشكرا لك